اشتركوا في القناة تقوم بالاستثمار في مختلف الدول الأفريقية وذلك من أجل ربط أواصل الأخوة والصداقة القائمة بين البلاد والمملكة المغربية هذا المشروع السكني سينتقل بالمواطن الشاري إلى السكن الصحي ونظيف حسب المواصفات العالمية والغرض منه هو تعميم الثكرة في مختلف دوار العاصمة أنجمنا وعلى حسب المشروع بأن مجموعة ضحى تنوي في بناء أكثر من 15 ألف وحدة سكنية عائلية تضم أكثر من 6 غرف للنوم وصالونين ومساحات خضراء وملعب للرياضة وأحباد للسباحة وغيرها وكل مشروع بني على مساحة 50 هكتار مخصصة لكل دائرة من دوار العاصمة وبعد وصوله إلى موقع المشروع مباشرة كان في استقبال فخام الرئيس الجمهورية وعمدة الدائرة الخامسة وعدد من المسؤولين في شركة ضحى وتفقد فخامته المشروع التجريبي لهذه الوحدات السكنية الاجتماعية واستمع لشروح المهندسين المغاربة الذين يقومون بتنفيذ هذه المساكن الاجتماعية ومنوي أن هذا المشروع سيعمل من قبل الدولة في مختلف المدن والأقالم الشادية في المستقبل القريب